متابعي جوابك أهلا بكم سكيمير قاتل آبائه وإخوته الأسد المرعب الذي ولد أميرا ومات مالكا هنا على امتداد ديلتا أوكافانكو من حديقة كروغر الوطنية في بوتسوانا الغنية عن التعريف حيث تصدح عبر سهولها وغاباتها أصوات الرعب القادم من تلك الوحوش التي تتأهب وتتربص للانقضاض على فريستها قاد حظها العاثر لتصبح بين فكوك أشد الأسود ضراوة في المكان من تلك الأسود برز إذن سكيمير آخر الأسود الباقية من تحالف دوبا الأقوياء والتي تتمحور قصته اليوم عن مدى خطورته وكيف قادته الظروف ليصبح واحدا من أعنف الملوك الحاكمة في أوكافانكو حيث أنه لسنين طويلة سابقة حكم أباؤه تحالف دوبا وسيطروا على العديد من قطعان الإناث خاصة قطيع إناث سكيمير الذي بدأ الشبل الأمير الصغير حياته ضمن حمايتهم منذ ولادته في سنة 2002 ونشأته ووصوله لمرحلة الشباب الخاطرة وجه الأسد العديد من الأشبال الأخرى وهزمها وكانت تظهر عليه علامات القوة والعنف والشجاعة خاصة أنه عاش برفقة الزمرة في منطقة غنية بجواميس البايسون الهائلة والوحشية لذا كان الوقت دائما عبارة عن جولات قتال متتالية ومطاردة مع تلك الجواميس وغدى المكان مسرحا للقتال وحمام دماء مستمر وهذا ما أكسب سكيمير الصغير شرسته وقوته الكبيرة لاحقا كان نتاج تلك الموائد المفتوحة من الجواميس والقوة المرعبة تربع آبائه على عرش المنطقة وحكمهم لها لمدة وصلت إلى 11 سنة والتي تعاد فترة يصعب تحقيقها في ظل المنافسة الشديدة في المكان إذن فقد عاشوا حياة ناجحة على كافة الأصعدة ولم يجرأ أي أسد على الاقتراب من مناطقهم كانوا على مدى السنين أسيادة وملوك أوكافانكو الأقوياء حتى أنهم حققوا أيضا رقما قياسيا مذهلا في البقاء على قيد الحياة بعد أن عاشوا لمدة 17 سنة رافق سكيمير في مرحلة شبابه شقيقه جونيور لكن الأخيرة تعرض لهجوم من الضباع التي استغلت وجوده بمفرده لتهاجمه بكل شراسة وتقتله رغم أن سكيمير توجه نحوهم بكل شراسة وحاول إنقاذ شقيقه لكن كثرة تلك الضباع المتوحشة صعب عليه المهمة وتعرض لإصابات خاطرة في الرقبة كادت أن تقضي عليه لو لا تدخل بعض اللبؤات التي أنقذت بعد تعافي سكيمير بدأت اللبؤات على رأسهم اللبؤة ماديتاو بتدريبه وتعزيز قوته ومهاراته في الصيد وفي القتال ليتمكن من النجاة والدفاع عن نفسه كما تعلم الصلابة والبأس والزئير المخيف من آبائه الذين كانوا يرعبون الجميع بزئيرهم القوي الممتلئ في أرجاء المحمية مرت الأيام واشتد عود سكيمير وأصبح قويا لدرجة أنه صار لزاما على آبائه طرده من الزمرة خوفا من محاولته الاستيلاء على الحكم والنزاع على اللبؤات وعلى المنطقة وبالفعل قاموا بطرده خارج القطيع ليبدأ رحلة التشرد الخاصة به وينجو وحيدا لمدة سنة كاملة قبل أن يقرر العودة بعد السنة مجددا لمكان ولادته حينما وصل في سنة 2007 لحدود المنطقة بكل شجاعة ثم بدأ بالزئير في وجه آبائه متحديا لهم ومحاولا مواجهتهم حتى يتسنى له السيطرة على القطيع كان التحدي كبيرا مع تصعيد سكيمر وتوغله داخل الحدود مع معرفته بوجود تحالفات أخرى أيضا قريبة منه ومن ضمنها تحالف لبعض أشقائه الذين لم يتأخروا لحظة في تجريب حظوظهم أيضا للسيطرة على القطيع حصلت معركة دموية شديدة انهزم بها التحالف الشاب أمام وحشية سكيمر الهائلة ليفروا من المكان محملين بإصابات عديدة ومع بداية سنة 2008 ومع استمرار سكيمر بالحياة ضمن أراضي أوكافانكو تم رصد سكيمر وهو يتناول بشراهة جثة جاموس ميت دون مبالات ودون أي شعور بالقلق الأمر الذي دفع أحد أبائه للتسلل نحوه ومحاولة الغدر به لكن وقفت قوة سكيمر الهائلة عائقا بوجه والده الذي لم يستطع أن يجابهه بمفرده لتأتي المساعدة والتعزيز من قبل شقيقه الآخر ويبدأ الاثنان في حصاره قبل أن تشتعل معركة دموية انتهت بقتل أحدهم وترضي الآخر من المكان مصابا بجروح خاطرة لتنتهي حاله أيضا مقتولا بضربة جاموس ضخم بدأ حكم سكيمر فعلا مع الصيد الدائم للجواميس وتقوية جسده وترضي كل الأسود التي جربت مجابهته أو التزاوج مع الإناث الرافضة لهم وليبدأ بعدها مسلسل الإنجاب للأشبال والتوسع في المنطقة والتي تم طرد بعضها أيضا ما إن وصلت لعمر يسمح لها بالحياة خارج الزمرة لضمان عدم حصول منافسة معه على الحكم مثل ما حصل مع شبله القوي جونيور الذي اختفى بعيدا في المحمية كان سكيمر على مدى سنوات حكمه أسدا حكيما قياديا وعظيما ومنافسا شرسا لم يستطع أحد على مجابهة قوته والتفت حوله الكثير من اللبؤات التي كانت تسانده في المعارك والدفاع عن الأشبال ضد كل الأخطار المتربصة بهم جاءت سنة 2013 للأسف لتعلن نهاية حكم سكيمر الرائعة والمستقرة مع تواغل بعض إخوته مجددا باتجاه أراضي مملكته حيث كانوا أقوياء أيضا للغاية وباشروا بالزئير والمناوشات المستمرة معه والتي لم تكن لتنتهي بشكل جيد لولا أن اختار سكيمر الابتعاد وترك الزمرة لأشقائه في النهاية ويختفي الملك القوي دون أن يعاود الظهور مجددا في المكان